بسم الله والابن والروح القدس الالي الواحد أمين خرستوسا نستي اللي لدي عاوز أكلمكم في موضوع غريب شوية بس الحقيقة شغلني لأنه في بدعة بتطلع كل شوية بتحارب المسيحية عموما والأرسدوكسية خصوصا وأي بدعة بتطلع بيبقالها رواج أو بيبقالها شعب بيبقالها يعني مريدين وغالبا بتقدم بطريقة خداعة وتركز على نقطة شكلها حلو وتخفى النقطة تاني فالنقطة اللي شكلها حلو بتجذب الناس فأي بدعة ما بتقولش أنا بدعة ما بتقولش أنا عقيدة غلط أكيد وإلا ما حدش يمشي وراها لكن بتدخل عن طريق المنطق عن طريق التعاطف عن طريق يعني العلم وبعدين تخبط في تعليم المسيح بشكل صريح بس الناس ما بتاخدش باله وطبيعي شعبنا طيب ويدحك عليه خلينا نقولها كده يعني للي مش واخد باله واللي مش مفتح عينه ممكن بسهولة يدحك عليه وده قصة ألفين سنة يعني عاوز أقول دي مش بتاعت اليومين دول بس فكل جيل كانت تطلع بدعة لولا إن الأباء كانوا يبقوا وعيين ومركزين وشايفين على طول يحسوا لأ حاسب كلام ده في سهم كلام ده غريب كلام ده ما تسوس فيه فكر غريب وعشان كده عاوز أكلمكم عن خمس أفكار غريبة بيتناقلوها بعض الناس وبتخبط في المسيحية في جوهرها والبعض بيتطول وينسبها لمسؤولين كبار أصقفة أو بطهركة أو أي حد عشان يدي ثقة للكلام اللي هو بيقوله لكن طبعا الكلام ده لما تحللوه تلاقوه جواه خطر أول فكرة ساعدت تسمعها ودي الحقيقة بدأوها الجماعة المتشككين أو الملحدين هم اللي أطلقوا شعار بيقول كل العقائد أو ضمنيا الأديان متشابهة أو وحدة أو متقربة زاد اللغة دي موجودة قوي بر مصر يعني عشان أغلب الناس ما بقوش دينيين فلما تيجي تتكلم في أي عقيدة يقولك كل الأديان زي بعضه طبعا المقولة دي مغلوطة لأن هي شكلها صح من ناحية أن أنت بتفكر في عقيدة دينية بتقول في ربنا بس حتى في أديان بتقول ما فيش ربنا اسمها أديان لكن مع كده المقولة دي للأسف بيتدولها بعض الشباب السطحي وبينسبوها حتى لناس يعني مسؤولين خلينا نراجع في فرق بين أن نحن نكون متفقين كبشر على أخلاق أو كأديان وبين أن نحن نكون متفقين على عقيدة يعني السلوك الإنساني الحلو محدش هيختلف عليه سرقة غلط سرقة غلط دي عند الملحد وعند أي إنسان عائل وعند أي واحد عنده دي مش كده لكن العقيدة الإيمان لا مش واحد خالص فبلاش نخلط أنه الأديان ما هي إلا أخلاق لا الأديان مش مجموعة أخلاقيات وإلا تبقى الحكاية فعلا مش دين بقى تبقى شوية مبادئ والنهار دا فيه ناس بدون أي أديان أو بدون إله أخلاقهم كويس فيه شعوب كده حاجة تاني لو كانت كل العقائد واحدة طب ليه العقائد دي ما توحدتش من بدر لو كانت المقولة دي حقيقة مضبوطة أو قريبة للصح طب وليه الحاجات دي ما دخلتش في بعض من بدر لو كانت كلها حتى متشبهة مش أقول متقربة لكن ما كانش فيه أدنى تقارب في التاريخ بسبب تباعد العقيدة كمان في زمن المسيح ليه المسيح له المجد نفسه ما أعلنش أنه كله شبه بعض الوسانية تعتبر دين هل المسيح هاود الوسانية هل المسيح قال برضو فيهم حاجات حلوة ما أعلش كده الصدقية كانت طائفة يهودية هل المسيح وفقهم خالص دول اصطدموا بي ودافع عن الفكر السليم بأن فيه إيامة وفي روح وفي ملاك وفند عقيدة الآخرين اللي بيقولوا لا في روح ولا في ملاك ولا في إيامة طب لو كانت كل العقائد واحدة طب ليه المسيح اصطدم وليه جماعة الفرسيين ولا الصدقيين ولا الرومان اللادينيين أو اللي كانوا وسانيين اصطدموا به لو هي كل العقائد واحدة لكن المسيح لو المجد بينادي بحقيقة واحدة مختلف عشان حكاية كلهم عندهم نفس الحقيقة بس بيعرضوها بأشكال مختلفة لا ده كلام مش مزبوط هي مش نفس الحقيقة خالص وهنشوفها ازاي في عقائد تتعارض معارضة صريحة جدا لا يحتحملها المنطق يعني اللي يدرس المنطق أي منطق يعني حاجة معقولة منطقية ماينفعش تقول على حاجة انها صح وعكسها صح ده مايمشيش في المنطق يعني تقول مثلا الانسان مثلا بيتنفس وبعدين تطلع جملة تاني الانسان لا يتنفس مافيش حاجة اسمها كده واحدة فيهم صح والتانية غلط في المنطق فلما في عقيدة تقول في ربنا وعقيدة تانية تقول مافيش ربنا ما تقوليش اللي اتنين شبه بعض أو قريبين لبعض مافيش حتى أدنى تقارب فيه تعارض صريح إذا كانت عقيدة تؤكد أن الله أب طيب للبشر وعقائد أخرى بتشاور على صفات مختلفة يبقى مافيش أدنى تقارب ما تروح شرق آسيا تلاقي أن ربنا هو كل شيء كل شيء يساوي ربنا ما لوش علاقة خالص بالفكر المسيحي لأن الله منفصل عن كل شيء هو خالق كل شيء ولكن ليس كل شيء هو الله إذن عملية أن نقول كل العقائد متقربة أو متشبهة دي مغلطة تكلام غير منطقي بالمر حتى الرجوع إلى تعليم كل عقيدة عقيدتنا المسيحية مبنية تماما على كلمة الحب المسيحية كلها كالسلوك هي حب لله وحب للإنسان ليس لها طموحات أرضية بأي درجة ولا لها مملكة أرضية ولا لها دولة ولا عساكر ولا جيش ولا سياسة ولا لها في الكلام ده خالص عقيدة المسيحية اللي تعلمناها من الإنجيل حب ربنا وحب الناس طب في عقائد أخرى ليها اتجاهات في الدنيا أو ليها تعاليم أخرى قد تكون مختلفة تماما عن موضوع الحب يبقى ما ينفعش إن أنا أقول ده زي ده زي ده زي ده لا ده نوع من يعني الخلط بالأبور خلي بلكم هذه المقولات هي بتبقى بداية الإلحاد يعني لما أولادنا يسمعوا الكلام ده وما عندوش رد بيمشي مع الطيار ويقولك آه صحيح طب ما كله شبه بعض إذن إذن بقى ما فيه زعي للكنيسة إذن ما فيه زعي للإعتراف إذن ما فيه زعي للصيام إذن بقى العذرة موجودة مش موجودة الموضوع ما يفرقش المسيح ربنا أو مش ربنا ما يفرقش خلاص بقى ما هو كله سحف بعضه فدي أول مقولة أو أول بدعة للأسف أنا فجأت إنها موجودة في ناس على الأقل أصولهم مسيحين بدعة أخر ودي منتشر للأسف أن ربنا ليس قاضيا وأن إحنا اللي خلعنا عليه صفة القضاء والعدل ربنا ده حب لا نهائي وبالتالي كل البشر في الآخر ما صرهم واحد ما صرهم حلو أنا كده ضربت كل اللي قالوا المسيح في مقتل يعني يبقى فكرة إن في جهنم راحت فكرة إن الجحيم موجودة دي راحت فكرة إن في عقاب أو في ثواب كل ده راح فكرة يجازي كل واحد حسب عمله دي راحت فكرة إن الله يعامل الشرير زي الإنسان البار أنتوا كلكوا ببساطة لما تفحصوا المقولة دي تقولوا أكيد فيها غلط كون ربنا محب للبشر شيء وبين كونه عادل وفيه صفة القضاء ده شيء تاني هو فعلا محب البشر يشرق شمسه على الأبرار والأشرار لكن هل المسيح في مرة قال إنه مجازات الأشرار زي الأبرار في أي آية أو مفهوم أو مثل حكاية المسيح بتقول دي يبقى لما أخد فكرة إنه بيحب الناس أبرار زي أشرار وسيحها كده وأقول إذن في الآخر جزاء الأبرار زي الأشرار دي مغلط ده منطق بشري وحتى منطق ضعيف يطلعوا من الفكرة دي بأنه فكرة الجحيم أو جهنم ده مش عذاب جد دي زي ما حسمها حد تقنية أدبية يعني مجرد أسلوب أدبي للتعبير عن يعني ناس رفضة ربنا وياخدوها كده من كتب مثلا ليوناردو دافنشي مثلا طب الإنجيل قال إيه والقدسين قالوا إيه إحنا هنروح لفنانين وأدباء ما لنحن بيهم إحنا لين عقيدتنا لأ جحيم ده حقيقي فيه جحيم والكتاب تكلم عنه جهنم ده حقيقي ده مش مجازي محدش أبدا من قديس والكنيسة قال إنه مجازي كمان فيه آيات صريحة كتير عن الله القاضي الغريب إن الآيات دي بتبقى واضحة جدا ومع كده كل آية من دول يقولك ما هي مش مقصودة كده إزاي يعني وربنا مش عارف يقول إيه ولو ربنا عاوز يقولها ما يقولها بأصده لكن فيه حاجات صريحة واتحة لما يقول مثلا الله قاضي عادل وإله يسخط يغضب كل يوم طبعا عمل ليه طبعا فيه ناس تقولك ما انت كده هتطفش الناس مننا استنى أنا مش مسألة ما يطلبه المستمعون الموضوع مش نطفش ونستقبل موضوع ربنا قال إيه والحق إيه ومن يقبل فليقبل ما هو فيه ناس مش يعجبها كلام هم حرين وحصل مع المسيح كتير أن فيه مرات رجع ناس للوراء مش عجبهم كلامه لكن عمرنا ما هنغير الكلام لمجرد نكسب ناس المبدأ ده مش موجود في المسيحية المسيحية بتحب كل الناس تطلب الرحمة لكل الناس تخدم كل الناس كما تغيرش في الحق تعلن الحق كما أعلنوا المسيح وتموت عشان الحق أما في حب الناس دي قضية أخر نحن نحب الناس بجد نحترم كل الناس والناس كلهم فوق رأسنا لكن مش ممكن نفاصل في اللي قاله المسيح آية مثلا تقول لكن الله هو القاضي هذا يضعه هذا يرفعه لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينون على كل خفيا إن كان خيرا أو شرا في حاجة اسمها دينونة في حاجة اسمها حساب في حاجة اسمها خير و شر وما فيش قولت الكل في الآخر مصير واحد ده مصير واحد ده تشجع الناس على الغلط ده أنت لو قلت كده خلاصا كأنك بتقول الناس روحوا سرقوا روحوا موتوا بعض كلوا في الآخر زي بعض شفين لما تروح في شغلة تقول لهم اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش كأنك بتقول الموظفين ما تشتغلوش لأنه لما واحد يشتغل و يتعب وهو في الآخر هيقبط زي اللي ما بيشتغلش ده أكيد ده كلام لا في عادل ولا في مساولة ولا في منطق ومش ممكن يرفع الإنسانية حتى درجة لفوق لو لم يكن الله عادلا لما كان صالحا أو محبا يعني في ناس بتحاول تطلع عند ربنا إما عادل وإما محبا وكأن دي نقرة ودي نقرة والاتنين ما يتفقوش مع بعض وكأنه أي نوع من التأديب أو العقاب يتنافى مع كلمة الحب أنتو كلكم لأنا شايفكم أبا و أمهات أغلبكم مش أنتو يا ما عقبتوا عيالكم ده معنا بتحبوا ولا بتكرهوا أنت عقبتوا عشان بتحبوا في نفس الوقت ممكن في الآخر تضطر تسيبه على راحته وحريته وهو بيأذي نفسه لأنك مش قادر تمنعه ده كهو بيأذي نفسه فإذا أنت نفسك قدرت تكون عادل في وقت ومحب في نفس الوقت لو تنم من عيالك واحد بيأذي التاني أنت لو ما كنتش عادل تبقى مش محب لأنك شايف واحد بيتأذي وساكت بحجة أنك بتحب اللي اتنين تحب اللي اتنين يعني تسيب واحد ياخد على دماغه على طول وده حب ده ده أنت يبقى ملكش دور فإذن اللي بيدفعوا بزيادة عن الحب الإلهي فبيشطبوا على العدل الإلهي دي مغلطة حتى منطقية ما فيش حاجة اسم حب حقيقي من غير ما يكون في عدل صفة الصلاح من أكتر صفة موجودة في الكتاب الرب صالح صالح يعني جد يعني كل حاجة صح هل غياب العادل يعتبر حاجة صح مش ممكن أنت نفسك لا تقبل أنك تعيش في مجتمع غير عادل أنت لما بتتعامل في شغلك أو في المجتمع بشكل غير عادل بتبقى مدائي جدا هل هتقبل إله غير منصف وغير عادل وبعدين يقولولك ربنا بيحبك حبني وهو ساكت على الظلم وبيحب الظلم وراد بالظلم وراد بالشر أكيد لا إذن فكرة داغ أو دا ضد دا أو لما نتكلم عن العقاب الإلهي بلغين الحب الإلهي دا كل دي فلسفة بشرية ملاش علاقة بالمسيحي كمان قضاء الله خلي بالكم أن المواضيع دي تستحق مؤتمرات إنما أنا بس منبهكم لخمس أفكار للأسف تتناقلها الميديا والشباب غير المتدين بيقعوا فريسة للأفكار فكرة كله سبه بعض لا مش سبه بعض خالص فكرة إن ربنا إذا كان بيحب كل البشر يبقى فيش حاجة اسمه حكمه وعدله وعقبه وجزاء وكلام زي كده قضاء الله المعلم في الكتاب ولا إحنا نقول زي ماركيون من القرن الثاني إن العهد القديم غير العهد الجديد لا ربنا واحد ما هو اللي سمح بالطفن والطفن دا كان ايه مش عقاب إلهي سدوه معامورة مش عقابه إلهي إبادة الأمم الوسانية دا ما كانش عقابه إلهي حادثة حنانيا وسفيرة دا مش عقاب إلهي جهنم اللي تكلم عنها المسيح بنفسه دا مش عهد قديم المسيح نفسه تكلم عن جهنم كعقاب إلهي يبقى ما ينفعش إن إحنا نلغي دا من قاموس الإنجيل كأننا قال يعني بنجنب لصورة ربنا لا ربنا جميل لوحده مش محتاجين نجنب لصورته وأنت لن تحتمل إلها محب بسلبية يقف ساكت قدام الظلم ويسوي الظلم بالخير أنت مش هتعرف تحب إله زي كده ما يكونش إله حقيقي لو متعصب وسايب نفسه للشر كمان الكنيسة عمرها ما فهمت كلام الإنجيل على إنه أدب أدب يعني إيه أدب يعني مجاز مش حقيقي لا لا المسيح ما بيقولش شعر ما هوش عديب بيتفنن في ألفاظ جميلة المسيح بيعلن الحقيقة الحقيقة دي شغلته مسيح قال أنا هو الحقيقة وقال من غير الحقيقة الناس في ظلمة والناس حبت الظلمة لأن أعملها شريرة لكن المسيح هو الحقيقة وبيعلن الحقيقة فالإنجيل ما هوش مادة أدبية وإن كتبت بعض الأصفار بطريقة النسر الأدبي أو الشعر لكن هي مش غرضها تباري الشعر هي غرضها إنها تعلن الحقيقة من هو الله ما صفات الله ما عمل الله إيه حكاية الإنسان إيه مصير الإنسان ده موضوع الإنجيل من ضمن الآيات اللي تؤكد اللي احنا بنقوله لما يقول المسيح نفسه يمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي يبقى فيه حاجة اسمها عذاب أبدي فاللي بيفترضوا أنه الكل ليهم مصير واحد في الآخر وربنا يعني من حنيته مفيش حاجة اسمها عذاب على طول دول بيدعو الناس للشر ضمنيا بيقولوا للناس بيخضروا دمائر الناس بيطبطبوا على البشر عشان يقولوا لهم يلا عملوا اللي انتوا عاوزينه مين اللي وراء الكلام ده طبعا الشطان واضحة جدا لأنه هو اللي عاوز كل الناس تنام في ضميرها وتغلط براحتها ويخدهم في الآخر على هذا العذاب الأبدي مسيح نفسه قرر اللي قاله أشعياء أشعياء ذكروا بالروح القدس وقال دودهم لا يموت ونارهم لا تطفئ رجع المسيح لو المجد قالها أكتر من مرة نفس التعبير حيث الدود لا يموت والنار لا تطفئ في تسالونيكي بوليس يقول سيعاقبون بهلاك أبدي يبقى في حاجة اسمها عذاب أبدي في حاجة اسمها هلاك أبدي في اسمها نار لا تطفئ أنا مش بخوفكم من ربنا ربنا يسوع ده هو اللي مات عشاننا هو اللي فتح أحضانه للكل هو محب البشر الصالح ولكنه إله عادل وبيكره الشر وبيحذرنا من الشر وبيعطلنا عن الشر لكن لو واحد مصر عشر ده أنا مصيره وما نقدرش نغير في الحق الإلهي تجملا نص تاني في غلطة خمسة النص ده أنتوا حافظينه النص التاني أنتوا مش عارفينه أو بتنسوه النص اللي أنتوا حافظينه صمر الروح محبة فرح سلام طول أنا ده اللي أنتوا عارفينه كوي طب النص الأولاني بتاع العكس كده يقول نص التاني بقى قبلها بيقول صمر الروح ورص الرصة الجميلة يقول أعمال الجسد ظاهرة زنا عهارة نجاسة ضعارة عبادة أوسان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحذب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر أمثال هذه التي أصبق فأقول لكم عنها كما صبقت فقلت يعيد ويزيد اللي هيعمله كده مش هيدخله السام يبقى ينفع واحد يقول للزنا برحتكم دي حرية شخصية وربنا ليه يزعل من الزنا هذا التعليم غير مسيحي طبعا طبعا اللي بيطلق كده شعارات شكلها جميلة منطقية إن ربنا يؤذي إيه إنك أنت تعيش مع صحبتك براحتك هذا كلام ما ينفع في السينما لكن حق ربنا هيتقاهل يعجب ما يعجبسه ده موضوع يخص البشر لكن القديس بقول اسمه مفعل وبيقول قلت وهقول إن اللي بيعمله الكلام ده مش هيورسه السماء بصوا على الليستة دي لستة تخوف ولستة طويلة ومليانة أخطاء كتيرة يبقى واضح اللي بياخد السكة دي ومش بيتراجع عنها على الهلاك الأبدي والعذاب الأبدي لأنه مش هيورس السماء نفس المعنى بدأوا مثلا القديس يوحن مش بدأوا يعني ما هو الحق الإلهي واحد يوحن المعمدان قال الفاس محطوطة على الشجر الشجر اللي مش هتعمل ثمر جيد تقطع وتلقى في النار ممكن الناس تقول ما هو يوحن المعمدان ده بردوسله مزودها شوي على فكرة مش مزودها والروح اللي بيحرك يوحن المعمدان هو روح المسيح فرجع ربنا يسوع له المجد في تعليم وقال نفس المعنى قال إن كان أحد لا يثبت فيه يطرح خارجا كل غصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق نفس الكلام يبقى اللي مش هيثبت في المسيح ويعمل أعمال المسيح ويتشبه بالمسيح مصيره نهر زي الغصن اللي ما بيطلعش ثمر بيترمي في النار الحب اللانهائي اللي ساعات يتغنى به البعض مشاعرات براقة أن ربنا حب ما فيهوش أزل حد طبعا ما فيهوش أزل بسهو كمان مدي حرية للإنسان ترك مصير الإنسان للإنسان لا يلام الله على اختيار الإنسان يعني ربنا اللي خالقك وإداك حرية نرجع نلومه إنه إداك حرية ولو ما إداكش حرية كان هيلامه أكتر لأنه ما تبقاش بحبك إنما إنسان يختار الخطيئة مش مرة لو مرة سهلة يتقوب طول حياته بعند وبعدين لما يهلك نقول ده ربنا ظالم كيف يكون الله ظالم والإنسان هو اللي ظلم نفسه بدل المرة طول العمر يبقى القضية الأولى قضية اعتبار كل العقائد متشابهة أو واحدة قضية التانية إنه ربنا ده حب بس ما تقولوش عليه أي صفة أخرى تلخبطونا وبدال حب يبقى كله هيتحدث في السماء في الآخر محدش يقل قضية التالتة البدعة التالتة اللي شغالة جامد برضو نفاجأ إن فيه شباب بيتناقل عن الأجانب بعض المقولات المسمومة اللي بتقول مش كل الإنجيل وحي والإنجيل مليان كلام مناسب للعصر بس ولا يمكن تطبيقه في العصر الحديث وفيه كلام كتير مجازي وفيه كلام كتير أسطوري وإن حكاية الوحي دي يعني يعاد فيها النظر الواحد يتعجب أن فيه مسيحين بيقولوا كلامته لأنه ده عكس اللي قاله المسيح كلام شكله مجاملة لناس مش عارفة تفهم الإنجيل فيه قصة وقفت في زورها مش عارفة تبلعها وعشان فيه حتة أنت مش فهمها نشطب عليها ونقول ده مش كلام ربنا ملعب في دماغك العب مش في كلام ربنا روح دور ويفهم أنت اللي مش عاوز تفهم ربنا يسوع له المجد أكد لما قال الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل وعدها في مطة 24 السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول السرار ده معنى إيه مفيش عصر هيجي يقوله كلام ربنا بطل ما عادش له لازمة ده كلام الدنيا كلام شطان مسيح بيقول كلامي لا يزول لغاية ما يجي على السحاب هيفضل كلامه هو المرجح وهو الحق قديس بولوس يقول كل الكتاب كل موحى بي من الله يبقى ما فيش قصص مكتوبة كده صناعة بشرية وخلاص ما فيش شوية حاجات كده ملفقة لا 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 ده كل ده كلام بشر إنما كل الكتاب موحى بي من الله ونافع نافع للتعليم بس تتعلم صح والتوبيخ للتقويم والتأديب كل مادة الكتاب موحى بي من الله قديس بولوس شرح لنا إن في بعض الكتب أو بعض الأمور في بعض الرسائل فيها بعض الحاجات الصعبة اللي ممكن ناس ما تفهماش فبدل ما يحاولوا يفهموها كما قصدها الكاتب أو الروح القدس يقوموا يحرفوها ويأولوها على هواه يقول كما في الرسائل كلها أيضا على بولوس متكلما فيها ده بوتروس بيكلم عن بولوس عن الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير السابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم يبقى اللي بيحرف غرض الكتاب أو اللي بيشيل جزء من الكتاب أو اللي بيتهم الكتب المقدسة أنها مادة بشرية ما لهاش علاقة بربنا لهلاك نفسه لأن دي بدعة مضللة فيبقى لازم ناخد بالنا لأنه تاني بقول لكم حتى القنوات تلفزيونية فيها لغات زي كتا فيها حاجات غريبة وطبعا دلوقتي الهوى مفتوح لأي حد فما حدس بيقدر يمنع الكلام رباني يسوع له المجد قال ما جئت لأنقد بل أكمل المسيح لم ينقد شيء من العهد القديم بس هنا لازم نفهم يعني إيه يكمل الوصايا العشر في حاجة منها تلغى ما فيش حاجة اسمها تلغت هي الله تصرق دي بطلت طبعا لا لا تشتهي مال قريبك طبعا شغالة اكرم أباك وأمك فيش حاجة وقفت إنما فيه وصايا كملت كملت يعني انضاف عليها جزء تكميلي عشان تبقى شريعة الكمال لا تقتل انضاف عليها لا تخضب لا تزني انضاف عليها لا تنظر يبقى هنا الإضافة أو التكميل من أجل الكمال شريعة العهد القديم ليست شريعة الكمال لأن دون ناس تحت سفر فبتطلع بيهم بس إلى مستوى إنساني كويس لكن ليس شبه المسيح لما جاء المسيح وعاوز الناس شبهه حط شريعة الكمال فطلع خطوات لأدام لكن ما حصلش إلغاء لغرض الله ما جاش ربنا قال اكرهوا الناس وحبوا الناس لا هي دايماً حبوا الناس ما فيش غير تجاه واحد لأي وصي لشان كده القديس بوليس لما بيرجع لكتب العهد القديمي قول هذه الأمور جميعها أصبتهم وكتبت لإنذارنا يعني واحد يقول لك أرى لي حكاية موسى والضربات والعبور وبعدين يشوع والحروب وكنعان وبعد كده القضاء وبعد كده صمويل وداود أنا مالي لا مالك كتبت لإنذارنا مش دول بشر وده نفس ربنا اللي هو ربنا بتاعنا وحضرتك تبع البشر يبا هذه الأمور كتبت لإنذارنا يا تارى انت هتمسي زي موسى النبي ولا زي أعداء موسى الوسانيين زي الأعديم الإيمان من اليهود ولا زي يشوع وكالب والناس اللي أمنوا انت تبع مين ما هو كتبت لإنذارنا يعني القصة بتعيد روحها كل يوم فما تقدرش تتجاهل الكتب المقدسة أو تلغي منها جزء أو تعاملها معاملة كأنها صناعة بشرية كل دي بدعم الإنجيل واضح إنه وحي مقدس وهو طريق لخلصنا واللي هيلخبط في مفهوم الإنجيل الحقيقي لهلاك نفسه الفهم الروحي خلي بالكم الجزء ده عشان انت خدام لا يعني المجاز أو الأسطور بمعنى ايه صحيح الأباء علمونا كيف نتعامل مع النصوص بفهم روحي بمعنى لما نتأمل في قصة آدم وحول نقول شفته لما الواحد يدي ودنه للفكر الشرير والحية يغلط ده اسمه فهم روحي للقص هو أنا لما قلت حسبه لتكون الحية بترمي أفكار في ودنكم وبتلخبطكه زي ما لخبطت حوة أنا لغيت إن حوة إنسانة حقيقية لا ما لغناش القص قصة حقيقية لكن بنفهمها بفهم روحي وتطبيقي واضحة الفهم الروحي معناه أنا بأخذ المغزى عشان أعيش بيه لكن أنا ما لغيتش القص ما لغيتش الأصل فالفهم الروحي لأن البعض بيخلط بين المعنيين لا يعني أبدا مجرد إنها مجازا قيلة أو أسطورة في بعض الأمور أقلها المسيح على سبيل المثل صح المثل هنا ما تقدرش تحطها في التاريخ يعني قصة الإبن الضال كانت مثلا هي ليست قصة حقيقية بدليل إنه حتى ما قالش أسماء الأبطال طب دي مثل لكن مثلا خيانة يهوزا دي قصة حقيقية ده هستوري ده تاريخ يونان لما دخل الحوت وطلع ده تاريخ كنا بقى نطبق على المسيح ونقول زي ما كان يونان في جوف الحوت وبعد ثلاث يام خرج المسيح طلع من الأب المطبقة دي اسمها مفهوم روحي أو فهم روحي أو فهم رمزي لكن مش القصة رمزي واضح الفرق أنا فهمت أنه بيشاور على المسيح لكن مش أن يونان قصة وهمية ولا موسى قصة وهمية لا قصة حقيقية وإنما إحنا بنفهم المعنى اللي يخصنا في التطبيق كمان مرجعنا يا أحباء أنتو خداموا عارفين نحن لا نفهم الإنجيل بحرية مطلقة هذا الفكر غريب عن الكنيسة ألفين سنة إحنا بنفهم الإنجيل من جوة الكنيسة الكنيسة هي اللي قدمت لنا الإنجيل فهي اللي بتشرح الإنجيل هي اللي بتقول لنا الكلام ده معنته إيه عشان كانت لحظوا الإنجيل جزء من اللي ترجيها الترجية دي صلاة الشعب وتعليم الشعب فإحنا ما عندناش حرية مطلقة أننا ناخد أي آية وأي نص وفكر فيه براحة دي طلعت أريوس ونسطور وأطاخي إنما كل القدسين كانوا بيقولوا المفهوم اللي الكنيسة فهمته من الإنجيل وده مفهوم الروح القدس ده الأصد من الكلام ده اللي بنسميه التقليد المقدس عشان كده الكنيس غير التقليدية اللي ما عندهاش تقليد تفرعت إلى عشرات الألاف من الطوايف المتصرعة والمتضادة وكل واحد بيقول الحق معايا كل ده في الآخر مكسب للشطاء لأن الإنجيل بيقصد حقيقة واحد معنى واحد تعملات شيء والحقيقة شيء تاني فهنا التقليد بيحفظ الفهم السليم للنصوص برضو فجأت في بعض السيطات السيطات إنهم بيقولوا ماهو لازم يكون فيه تطوير في العقيدة الجملة دي مرعبة بالنسبة لي تطوير في العقيدة يعني إيه ماهو بحجة إن الدنيا بتتطور تعالوا بقى إيه نضيف على العقيدة نضيف عن إيه العقيدة لا يضف ولا يطرح منها ده حق ربنا العقيدة تساوي الحقيقة والحقيقة ملك لله ممكن تقولي نطور في الشرح نستخدم مثلا لابتوب نستخدم شاشة نستخدم ميكروفون نعمل وسيلة إضاحة جديدة كيرولوس الكبير يقولك جمرة والنار وتبقى لهوت ونسوت أو ده مثل أنت عاوز تدي مثل دلوقتي من القرن الواحد والشي مافيش معنى إنما بتكلم في حقيقة واحد فمافيش تطوير في الحقيق لأنه أي تطوير يقولك دي كانت الفكرة دي مناسبة للقرون الوسطى يا سلام يعني ربنا بيغير في طبيعته عشان القرون وهي طبيعة الله متغيرة لو طبيعة الله متغيرة ما يبقاش ربنا أنت تتغير كإنسان لكن ربنا لا يتغير غير المتغير في طبيعته في أي كلام في تغيير طباع الله دعلى طول معنى إن احنا مش بتكلم عن ربنا طلعنا برى الخط إذا مافيش تطوير في الحقيقة يجوز في طرق التعبير عنها ولا فيه تطوير في الوصايا يعني إيه برضو فجأت إنه لا تزني دي كانت مرتبطة بثقافة معينة بيقولوا كده دلوقت وفيه كنايس بره وفقت على كلام ده إنه لا تزني دي ده لما كان فيه مثلا اختصاب ووحشية لكن اتنين نمى مبسوطين مع بعض وراح يتموا حد تعبان مع امرأة ومبسوط مع واحدة تانية يعني المشكلة ربنا يتدايق ليه بصوا بقى ده شغل البشر وراهم شيطان بيحرك الأمور دي لكن الحقيقة غير كده ربنا قصت حاجة والكنيسة فهمتها وعلمتها وهتفضل بتنادي بيها حتى لو العالم كله رجمنا لو العالم كله صلبنا تعملوا مهلوا مش غريب نحن نتصلب زي المسيح بس مافيش تطوير في الوصايا في جوهر الوصايا وهذا العالم بره بيتنازل تنازلات عجيبة في وصايا واخلاقيات مجاملة للمجتمع مجتمع صوته عالي قوي ودعاء حقوق الإنسان صوتها عالي قوي ففيه كنايس بره مش ابطية يعني طوايف وكنيس عملا تتراجع تتنازل وماله لما نعمل كده وكده وكده وماله ده ايه طب نقابل المسيح ازاي اللي قال الكلام ده مش نرجع له ونشوف كان قصده ايه من هنا ندخل في نقطة رابعة مهمة هل الأخلاق نسبية يعني الكنيسة لا بد أن تقبل كل البشر بميولهم وأخطأ أنا ليه انفعلت اللي انفعل ده لأنه في حوارات مع شبابنا الغربي دلوقتي بيهجموا كنستنا على أنها متشددة وأنها مش يعني جمدة وأنها عنيفة في اتجاه الأمور الجديدة من حق البنت تعمل أبورشن براحتها يعني تموت العيل اللي في بطنها ومن حق الشاب لو عاوز يعمل بنت يعمل هو حر في حياته ومن حق الواحد يعيش مع اللي يحبه راجل زيه ولا ست ولا وهما فجأت أن شباب مسيحي شايفين أنه ده أن الكنيسة بقت متشددة قوي أنها ضد الكلام ده أنا كنت مفزوع الحقيقة هو كنا نقبل الناس ونحب الناس ده مش معناه أبدا أن إحنا نغير في اللي قاله المسيح والمشكلة أن هما بيبصوا لنا بقى أصل أنتم مصريين فثقفتكم المصرية هي اللي مخلياكم مش قابلين الكلام ده إخواننا إحنا مصريين بس إحنا مسيحيين أولا إحنا مشيين ورا المسيح إحنا مملكاتنا ليست من هذا العالم إحنا القصة مش صعيدة فالموضوع مدايقنا القصة بالنسبة لنا أن إحنا ماشيين ورا المسيح والمسيح الكلام ده مش هيقباله حتى لو مات من أجل الناس دول وبيحبهم ودفع تمانهم غالي لكن مش هيوافقهم على غلطهم فإحنا فجئنا في الزمن ده أن كنايس بتقبل المسليين عادي وممكن جوا الكنيسة يتجوزوا بتقبل اللي بيغيروا الجنس عادي جدا ولد عشر سنين يروح يقول عاوزة بقى بنته وماله بالبرك ولو رجع بعد كم سنة عاوزة يبقى ولد كل واحد حر طيب وربنا مش حر ربنا ما هو الوحيد اللي مش حر والعلاقات اللي برا الجواز خلاص يغمضوا عنيهم بقى محدش يتكلم في الحاجات دي واللي بيقيدوا الإجهاد شطرين وماله واللي كهنوت المرأة كل الحاجات اللي عملا تطلع دي بقى لها ري 50 سنة النهاردة بقى صوتها عالي جدا فطلع لنا مسيحية مدرن متنازلة مارنة يعني ايه بترضي زبينها فين بقى المسيح اللي قال ويلون لكم فين يوحنى اللي قال لا يحل لك فين اللي تصلب من أجل الحق وتصلب حبا في الناس مش عداوة معحد لأنه خلي بالكم على طول يعتبرون احنا اللي عداء انتوا اللي ايه بتكفروا الناس انتوا اللي ايه عندكم التعصب انتوا اللي عندكم جمود الناس طيبة وقبلة كل حاجة كل ده لغة بتخلي هولادنا يدخلوا في كورنر كده ويتزنقوا صحيح احنا بقى ايه بقى انا متعصبين ومتشددين في فرق كبير قوي بين قبول الانسان وبين ان انا هقبله بس هشجعه على التقبل هو انا هقبله واسيبه يروح جهنم كده براحته انا لو بحبه هقبله بس مش هقبله في حالة الشر هفضل قلبي واكلني عليه هشجعه بس مش هضغط عليه مش هكبره وانحنا بنجبر حد هال كنستنا بتجبر حد يعمل اي حاجة ايه سلطاننا يعني ملناش سلطان مدني على حد انما عندنا سلطان روحي بمعنى لن يجوز لانسان غير تائب يتحدى وصايا المسيح وتعليم الكنيسة انه يتناول غصب عننا لا مش هيتناول مش هيتناول لانه اللي هينوله فينا هيساءل امام المسيح وعندنا في التاريخ قصص زي كده كتير زهبيه الفم لما لقى الامبراطورة ظلمت واحدة غلبانة وإفلاها على باب الكنيسة وما دخلهاش وكاتها تقتله وجدت فيه اللي حصل زلزة اللي ترعبت ليه لانه ده رجل بيدافع عن حق ربنا وفعلا تنافع ومات بعدها بسنين من أجل الحق طب زهبيه الفم اللي احنا معتبرينه قديس ده يطلع النهاردة مش مديرن ومصغر دماغه وممكن يتحكم انه يعني بيتكلم في السياسة وما يسيب الملكة تعمل اللي هي عاوزوه وممكن بقى يتهم بمئة اتهام النهاردة لانه مش هيمشي مع هوا ناس كتير المسيح كمان له المجد اذا كانت الحكاية كل واحد يعني يقول اللي هو عاوزو ويحلل لنفسه اللي هو عاوزو طب ليه ما قبلش الكتب والفرسين ولا هو قبلهم بس مش قبل سلوكهم طبعا بدليل راح عند سماعان الفريس هو مش رافض الفرسين كونهم بشر بيحبوهم لكن هو قال ويل لكم لان منهجهم غلط والمسيح لو المجدة لما قعد مع التي امسكت في ذات الفعل قال لها لا تخطئي ايضا ولما شف المخالة قال له لا تعود تخطئ ايضا يبقى ربنا يسوع مش بيوافق على منهج خطأ لكن بيقبل الخاطئ وده اللي بتعمله الكنيسة هتوضل تقبل الخطأ وتشجعهم على التوبة لكن مش هيدخلوا بفكرهم ويخلوا الكنيسة تمشوا قراهم وتحلل لهم الخطأ هي دي المحاولة الشيطانية اللي صوتها عالي جدا في العالم بقين احنا اللقبط على فكرة اكتر طيفة دلوقتي متهمة بالتشدد تصوروا احنا مع اي واحد يتمسك يقولوا عليه بقى ما هو رجعي متخلف ما بيطورش نفسه وطبعا تهم اعلما كده كمان كل نداءات التوبة اللي جات في الكتاب ايه معناها لو كنا هنقبل كل الشرور اللي في الدنيا طب ليه كتاب عمال يقول توبه طول الوقت بما ان كل انواع الخطايا اصبحت حرية شخصية طب دوني تفسير لك فكرة التوبة اللي جاي في الكتاب وطبعا اي معنى خلاص ما هو كله بقى ايه مقبول وماشي كويس بصوا اللي ايه الصريحة دي لانها صريحة قوي ومش ممكن تتفهم باكتر من مفهوم ام لستم تعلمون اذا بيراجع عقيدة كل الناس عارفنا كل شعب الكريس عارف بيقول ايه بولس هو انتم مش عارفين الظالمين لا يرسون ملكوت الله وبعدين قال بالمرة راجع هو كان بيكلم في موضوع ظلم فبيقول الله يفضل ظالم الناس مش هيدخل الساب قال لهم بصوا لا تضلوا متتحكوش على نفسك لا زنام ولا عبدة اوثان ولا فاصقون ولا مأبونون ولا مضاقع ذكور دي كلها البدعة الحديثة دي او الحاجات المضى الجديدة ولا صارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتمون ولا خاطفون يرسون ملكوت الله هينفع نغير في الكلام ده ازاي ولا ده ده طلعت كنيسة تقول ايوة ده رأيه بولس شوفوا بقى وصلنا الايه رأيه بولس وهو بولس ده تبع مين وما تشلش ليل من الانجيل بقى لو كان رأيه بولس ومش ده نفس رأي المسيح اللي قاله ومش ده رأي بطرس اللي موجود في رسالة بطرس إنما كل حاجة يطلع لها حتة دلوقت إذا احترام كل إنسان وحريته لا يلغي أبدا موقف الكنيسة كشاهد للحقيقة قديس بولس سمى الكنيسة عمود الحق وقاعدته هتوضل تشهد للحق حتى لو ما عجبتش الناس آخر بدعة أتكلم فيها موضة جديدة برضو نفاجأ برضو وتنسب إلى ناس مهمين لكن يعني هذا الحاجات دي ساعات يطلقوها شباب وبعدين عشان يدوها يعني شعبية يقول لك اسم كبير قال كده إن ربنا معروف عند كل البشر بقلبهم وإنه أي واحد يعمل خير فأي لحظة يبقى يعرف ربنا وعلى قد الخير اللي بيعمله لازم ربنا هياخده السمى في الآخر طبعا دي تضيع المساحية كلها طب قولوا لي المسيح جي ليه ومات ليه لو كل واحد أخلاقه كويسة هيدخل السمى طب من النموذ بتاع العهد جي قديم كان يكفي في الحالة دي هنا الحكاية بتاعت إن كل الناس عرفة ربنا بطريقتها دي فلسفة سوري فرغة لأن الكتاب قال عكس كده بالزبط قال الناس كلها مش عرفة ربنا قال الجميع زاغوا زاغوا عن المعرفة وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليسه ولا هو أحد يقول لك ما كل الناس صالحة وكل واحد بيعمل خير يبقى يعرف ربنا بالطريقة بتاعته بصوا النص اللي قاله بوليسمس هو بيتكلم في القرن الأول اللي يقدر يقوله دلوقتي بالزبط كلام اللي قاله ده نقدر نقوله النهارت عشان ما حدش يقولي الإنجيل إدم لما عرفوا الله مفروض يعرفوه بضميرهم لم يمجدوا أو يشكروك إله بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء أبدالوا مجدى الله الذي لا يفنى بشو؟ مش بصورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات لذلك أسلمهم الله أيضا في جهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أكسادهم بين زواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب يبقى ما تقولش ندور يعرفوا ربنا دول استبدالوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق عبدوا أنفسهم وعبدوا غيرهم وعبدوا كائناتهم وهنا بقوا مسلمين للنجاسة ليه؟ النجاسة هي النتيجة الطبيعية للجهل بمعرفة الله اللي يعرف ربنا صح لازم يمشي بطريق النور والقداسة والخير حكاية يعرفوا ربنا بقلبهم دي ده إحنا عندنا كتاب يقول القلب أخدع كل شيء وهو مش طاهر بطبيعته وهو نجيس مين يعرفه؟ فقلك قلبك قالك على حاجة تبقى صح هو القلب ده مرجع طب ده في ناس القلب بيقول لها روح انتقم في ناس القلب بيحلل لها أنواع شرور ملهاش آخر كل ده يبقى القلب هو مرجع في الآخر عندنا حقيقة معلنة في الكتاب زي الشمس مش هنعرف نزوة منها أبدا الذي يؤمن بالابن له حياة أبدا الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله طب الشعوب اللي هتمتشع لو مقولت ربنا عرفه بالقلب وكل واحد وقلبه ويتسطب على المسيح تماما ومش مهم خالص معرفة الابن مسيح الكلمة المتجسد طب الآيات دي هتروح فين؟ يمكس عليه غضب الله بس الشطان ذاكي عارف يسرح بالناس ويطلق شعارات شكلها براق ويمشي وراء ملايين احنا وصلنا الفكرة قالها المسيح وهو كون في ناس بتحبوا بعض هي دي المسيحية؟ لا لا إن حبته اللي بيحبوكم ملعى الشريم الخطاب يعملوا كده ده ملوش علاقة بمعرفة الله إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم عشان كده القديس بوليس قال كي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي هل لما بوليس قال الجيل معبوج وملوي كان مليان إدانة كان مليان تكفير كان مليان غل من الناس كان بيحقد كان متعصب ومتشدد ولا بيقول حق ربنا أيوة جيل معوج وملتوي المسيح نفسه قال جيل شرير ومرة تانية قال جيل فاصق طب ده كلام المسيح نفسه يبقى احنا نقول لا ده الجيل كله حلو والناس كلها جميلة ايه المجاملة الفرغة دي ايه المحابة على الحق دي مسيحية مش هتقول كده وإلا هتفقد قيمتها لأنه دعوتها انها تغير الناس مش تسقف لهم وتقول لهم انتوا صح المحبة الإنسانية إن وجدت في بشر دي بقايا صورة الله يعني الله حط صورته في الإنسان فكون فيه لسه بقايا إنسان بيحب الناس أيوة دي الصورة اللي بقية لكن الصورة دي لازم ترجع بالفداء اللي عمله المسيح تكتمل لكن مش معنى اننا لقيت أم بتحب عيلها وهي ما تعرفش المسيح يبقى كده عرفت ربنا بنغير مسيح لا لا صورة نقصة طب ما الحيوانات بيحبوا عيالهم لسه شويه لازم تعرف المسيح اللي فداها اللي خلقه المحبة يا حبائي لا تلغي الإيمان النهاردة فيه ناس بيغنوا بشعار المحبة عشان بحيلة ما كل ما نتكلم في الإيمانيات أو العقيدة يقول لك لا 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 خلينا نحب بعض يعني نحب بعض طب مين المسيح طب المسيح قال ايه طب نعمل دا ولا ما نعملوش طب وافع على ايه ورافض ايه شابنا يسوع ما رجعنا ولا نحب بعض بمزاجنا تلاقي انه النغمات دي مليانة مغالطات صدقوني خلاص بنعمة المسيح المخلص واعمال المحبة في المسيح تتمم الخلاص بنقدرش نلغي شق من دول ما فيش خلاص بدون المسيح نفسه وما فيش خلاص يكمل بدون دورك انت اللي من خلال معرفتك بالمسيح والتصاقك به أرجع اللي أنا قلته أحبائي احنا عندنا خمس بدع على الأقل تنضاف إلى البدع الحديثة أنا بقول بدع ليه يتعتبر أفكار غير مسيحية لكن للأسف يطلقوها مسيحية أولا كل العقائد شبه بعض أو وحدة اتنين فكرة ربنا مفوش أي نوع من القضاء أو العدل هو حب بس تلاتة ان الانجيل ده مش كله وحي ومليان مجاز وأساطير أربعة انه الأخلاق دي نسبية وان الكنيسة لازم تقبل كل الناس زي ما هم وما توجعش ضمرهم خمسة ان ربنا عارفينه كلهم كل الناس عارفا بقلبها بدرجات مختلفة وان الموضوع مش لازم يبقوا مسيحيين يعني عشان يعرفوا الخلاص ربنا ارحمنا لأن هذه المقولات للأسف ما ليه الميديا ما ليه الكتب الأجنبية ما ليه كنايس غربية وهي تفتح الباب الطيق على أوسع أبواب الباب الدي اللي دخل على السماء بقى مرح رح خالص ما أوسع الباب المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلوا منه لإلهنا كل ما كذكره ترجمة نانسي قنقر